حلقة اليوم مش محتاجة اي مقدمات لانها تكاد تكون من اهم الحلقات في سلسلتنا سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب بوابتك الالكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية اخوكم احمد مأمون سعيد بوجودي معاكم في هذه الحلقة اللي هنتكلم فيها على تكنيك بسيط ومهارة بسيطة جدا بتمكننا ان احنا نستخدم السوفت بيت بتاعنا او السوفت بيت اللي هو الطعم الصناعي مش بس بالطريقة المتعارف عليها ان انا بعمل كاستنج من الشاطئ وبعدين اسحب على الارض واخلي البيت بتاعي ينط كده على الارض او ان انا اسحب ريتريف مستمر لا ده انا كمان هقدر اعمل كده بغض النظر عن وجود جيج هيد من عدمه بغض النظر عن معايا الوزن المطلوب ولا لا بغض النظر عن التيار سرعته قد ايه بغض النظر عن العمق اللي موجود قد ايه هيخليني كمان اقدر استخدم السوفت بيت اللي زي ده في حاجة زي الترولينج تخيل انك بتعمل ترولينج بسوفت بيت زي ده مش بس كده لا وكمان على العمق اللي انت مرتاح فيه طبعا غالبا هيكون على سرعات بطيئة ولو اسرع من كده هتستخدم تقنيات تانية ولكن التقنية بتاعت النهاردة كمان هتزود لنا اضافة مهمة ان انا اقدر استخدم السوفت بيت كجيج على اعماق لحد ميت متر لو عايز بدون ادنى مشكلة وهنتكلم في الحلقات الجاية ازاي انزل الطعم بتاعي السوفت بتاعي لحد الميت متر ده على الارض عشان اقدر امارس الجيجينج بي والسوفت بيت يا جماعة بالذات الاحجام الكبيرة اللي زي كده لما تيجي تقولي ان انا هستخدمها في السلو بقى كمان جيجينج يا سلام سوفت بيت على السلو جيج انت يعني خلاص كده كده الموضوع بالنسبة للأسماك اللي موجودة تحت منتهي مفيش فرصة اساسا وبما اننا هنحل موضوع ازاي انزل اللور بتاعي للعمق ده طيب بعد ما ينزل بقى لو تخيلنا كمثال ان انا بستخدم هوك زي ده حتى لو بجيج هيد على فكرة غالبا مش هيكون فيه تناسق ما بين حجم الميدار او حجم الهوك والسوفت اللي معاية شايفين فرقة ايه في الاشايفين اتمنى يكون واضح خلينا خليه هنا عشان يبقى واضح شوية ده هيكون بالطريقة دي هل ده منطقي ان انا اشتغل بيه جيجينج ولا اشتغل بيه اي حاجة في الاصل لازم يكون فيه تناسق ما بين الطول بتاع الجيج هيد المكان اللي طالع فيه وده تكلمنا عليه المرة اللي فاتت اللي هو لو هناخد هنا كده سلايس بالطريقة دي فانا لازم يكون فيه تناسق ما بين الطول بتاع الهوك وما بين طول السوفت بيت على بعضه خلاص لكن اللي محتاجين ناخد بالنا منه ان احنا محتاجين كمان تناسق هنا في الفراغ ده الفراغ ده ما ينفعش يكون قليل الا لو كان الجيج هيد اللي انا هستخدمه عبارة عن اللي هو المجوف من الداخل ده اللي ممكن نستخدمه كويدلي ازاي ما تكلمنا المرة اللي فاتت وده بيبقى معمول مصمم بطريقة معينة انه يسمح مجال لما السمكة تدرب لكن لو استخدمت اي ميدار عادي اي هوك عادي هيقابلني مشكلتين المشكلة الاولى ان على حسب سمك السوفت بيت ممكن تكون المسافة دي مش كافية اصلا اللي فوق اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة خلاص ده اول مشكلة هتقابلني تاني مشكلة هتقابلني ان ما فيش تناسق ما بين الطول المكان اللي طالع فيه الميدار اللي انا المفروض بقى هاكل هادرب منه السمكة بعيد جدا عن بقية اللور فانا هنا معتمد على ان السمكة اللي هتيجي هتشفط اللور بالكامل وبعدين ان شاء الله بقى توصل الميدار لحد مكان اقدر اضرب السمكة فيه وبعدين استمتع بعملية الصيد الحلول للموضوع ده بسيطة جدا وبتبدأ من ملاحظة الفروق لو لاحظنا الفرق ما بين الميدار العادي والجيج هت هناخد بالنا ان فيه حاجة مهمة جدا الميدار اللي جوه الجيج هت هنا عبارة عن حرف ال يعني هو هنا حرف جي جي هك عادي وبعد كده من هنا فيه ال لو شلنا كل الرصاص اللي موجود اللي هو عامل الوزن ده هنلاقي هنا فيه جوه حرف ال كده اذا ده اول مشكلة واول حاجة احنا محتاجين نحلها انا عندي هنا ده جي بس وانا محتاجة اخلي ده هنا فيه ال مش بس كده كمان ده المسافة ما بين السن وما بين الاي بعيدة جدا اكتر من الهوك العادي ده ودي ده بيحل المشكلتين دول بيحلها لنا الرود او الواير اللي ستانل ستيل وايرل ستانل ستيل حاجة بسيطة جدا متوفرة في معظم الاماكن وما فيش فيها اي مشكلة اللي محتاجك تعرفه ان هو يكون 308 الريتنج بتاعه فيه كمان 314 يعني 314 او 308 مش هتفرق كتير الاهم بالنسبة لي بقى طالما هو ستانل ستيل خلاص تماما ما تقلقش قوي من الباور لانه غالبا هيكون اقوى بكتير من الخيط اللي انت بتستخدمه يعني لو بتستخدم خيط في حاجة زي كده 30 40 البي مية في المية الواير لستانل ستيل مهما ان كان سمكه قد ايه هيكون اقوى من الخيط اللي انت بتستخدمه المهم بالنسبة لي انه ما يكونش فيه معالج ان هو يمسح الميموري بعض انواع الستانل ستيل واير بيتم عملية معالجة له بحيث انه لو عملت فيه اي نوع من انواع الحركة كده يرجع تاني مكانه بالزبط اللي انا عايزة تجيبه يبقى واحد زي اللي معانا ده لو جيت تانيته كده مايرجعش شايفين اظن كده واضح احنا بدأنا بواحد مستقيم وبعدين بالطريقة دي فاي جزء هتنيفي الريكويل بتاعه مش هيرجعه تاني بنفس الشكل وده اللي انا عايزه ده اللي انا بستهدف نوع الستانل ستيل واير فيه وما نقلقش من القوة خالص زي ما اتفقنا طيب الفكرة هنا فين؟ الفكرة انا في المثال اللي قدامنا ده بكل بساطة لما يكون عندي الهوك هنا اقدر بكل سهولة باستخدام الستانل ستيل واير اللي معايا اعمل الاي اعمل حرف الاي اللي انا عايز احققه بدون اي مشكلة وبالتالي لو جينا نشوف دلوقتي المقاس بقى مرة تانية بعد ما عملنا التعديل البسيط ده هنلاقي انه اوه ده مفيش اي مشكلة على فكرة ده انا نشوف ممكن اوصل بيه لحد فين؟ كمان طبعا اه كده يبقى يعني متأخر زيادة عن اللي زوم وغالبا هيؤثر على حركة اللور فخلينا نشوف هنعمل ايه عشان فعلا نركب الميدور بطريقة صحيحة واقدر استهدف بالسوفت بتاعي ده احجام اسماك كبيرة وانواع مفترسة ممكن تكون اسنانها كمان تضر الخيط بتاعي او غالبا مش هقدر اتعامل بالطريقة الطبيعية او بالجيج هيد الطبيعي طبعا فيه جيج هيدز مصممة للتونة ومصممة للبراكودة ومصممة للانواع الاحجام الكبيرة من الاسماك لكن انا بكلمك في حال ان انت معاك ميدار ومعاك صوفت وعايز اجرب فرصة معينة عايز فيه قدامي مجموعة من الاسماك بعمل ترولينج وانا بتحرك ببطء بالكياك او بمشي واحدة واحدة بالطراض او 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 والجميل في ان انا معايا الستانل ستيل رود وانا اللي بتحكم في انا عايز اتني هنا تبقى حرف ال اللي بقى الزاوية هنا تسعين تبقى اوسع شوية تبقى اقل شوية انا بتحكم في ده الجميل في ان انا شخصيا بعمل كده بعض الانواع بيكون فيها قدرة اكبر على الحركة زي ده كده بججات عادية بالمعدن وفي احد اماكن القصبات على الكياك مخلي السوفت بيك بتاعي عليه رج ممتازة ويا سلام لو انت كمان تعرف تحط له اي سنت او ريحة او كده في بعض الانواع بيتوفر حاجات تعمل بيها رائحة زفارة في الماء وبتالي تجزب الاسماك بتاعتك اكتر وتنزل ده على بعد اتنين ولا متر ونص من الارض متر ونص اتنين متر من الارض وانت واقف مكانك بدون ما تعمل فيه اي شيء الحركة بتاعت ده باللي احنا هنركبه بيه باستخدام الستيل ستيل واير هتمكنك ان انت تبقى سايب ده تحت بيتصرف كأنه طعم حي وبيتحرك معه التيار وانت واقف مكانك بالكياك بدون ادنى مشكلة طيب بكل بساطة خلونا نبدأ بالاساسيات الاساسيات اللي عايزين ناخد بالنا منها ان احنا هنعمل عكس اللي كنا بنعمله في السيركل هوك وبالتالي في السيركل هوك كان مهم ان احنا يبقى عندنا الخيط طالع من هنا يعني هنا كده ده المكان اللي انا بشد منه بحيث ان انا بلف السيركل هوك بالطريقة دي لو انا عملت ده هنا لان فيه اختلاف في اتجاه السن اللي هيحصل ان انا هسحب الهوك من مكانه عشان كده لو تلاحظوا هنا انا انا بدخل السيركل العكس بالطريقة دي اوكي وبعد كده اقدر بكل سهولة استخدم محترمة مش هسيب مكان كتير انا كل اللي بحتاجه لفتين او تلاتة ومش اكتر من كده تماما وهنا يا دوبك انا فقط عايز اخلي هنا الزاوية بحيث ان الستانلستيل واير يبقى مستقيم مع الشانك بتاع الهوك الى حد ما وبعدين ابدأ امسك بالبلايرز بالطريقة دي الستانلستيل واير بتاعي نعدل مكانه شوي عشان نعرف نلفه افضل انا بستخدمه مستقيم في البداية وبعدين اقدر اتحكم زي ما انا عايز بعد كده ممكن الواير اللي انا بستخدمه ده خفيف على فكرة مش تقيل للدرجة فممكن ابدأ الف بايدي وانا بفضل ان عشان اقدر اتحكم اكتر في التايتنس يبقى الربس تايت اكتر ان انا استخدم كمان بلايرز تانية وابدأ اخلي الواير بتاعي يلف على الشانك اوف ده هوك بالطريقة دي هحاول اضغط على قد ما اقدر بحيث ان ما يبقاش فيه بلاي بعد كده لما اخلص اللف بتاعه نكون حذرين ان المكان بتاع القص ما يلمسش الهوك لانه حصل معي قبل كده وكان الهوك ارفع من ده وكنت بالف تايتانيوم واير ومجرد ما الهوك بيبقى فيه بعض الاماكن اللي حصل فيها تجريح من حاجة حادة بتعمل منطق الضعف ومع التاكل من الملح وكذا مش هيبقى طريقة كويسة مستدامة تقدر تستخدمها اللي احنا عملنا حاليا ان احنا بقى معانا ميدار عادي اقدر اركب عليه صوفت بيت زي ما انا عايز بدون ادنى مشكلة مش بس كده كمان ده انا كمان ممكن اركب عليه ويت واخدين بالكم طيب النقطة المهمة بقى اللي احنا عايزين نقولها هنا ايه انه انا لو هستخدم اسست زي ما عملنا في الحلقة اللي فاتت مهم ان يكون في تناسق ما بين السمك بتاع الميدارين لاتنين بمعنى ان من غير المنطقي اني استخدم الهوك الرئيسي بتاعي زي كده انا لما باطلع للماكريل اسبانيش ماكريل او الكنج ماكريل بستخدم ده بالسمك ده خلاص الواير طبعا بتاعه فيه فرق كبير لو شفنا الفرق ما بين ده وده فيه فرق كبير جدا في سمك الواير ملاحظين وبالتالي من غير المنطقي اني استخدم الميدار الاسي بتاعي يبقى زي ده وطبعا الطول بقى مش مشكلة خلاص احنا حلينا الموضوع مفيش بعد كده يعني وبعدين اجي استخدم معاه مثلا اسست زي ده شايفين شايفين فرق السمكة اصلا في الواير من غير المنطقي خالص طيب لو انا هستخدم ده يبقى الاولى ان انا استخدم معايا اسست بالطريقة دي يبقى فيه قرب شوية طبعا ده اصلا بتاع جيجنج هو كمان اوكي ونفس الموضوع في اسست زي ده اه شوف الموضوع منطقي ازاي شوف اقرب ازاي عشان كده التناسق ما بين كل المعدات بيكون غاية في الاهمية مشكلة واحدة بس فضل لنا هنحلها الحلقة الجاية وهي انه فعلا الخيط ده بيبقى قوي خيط عميل الاسست او الربط بتاعه او البركورد اعتقد بيسموه نوع انواع البريدد لاين اللي بيكون قوي فعلا ممكن يتحمل لحد عشرين وثلاثين كيلو ولكن اسنان سمكة حجمها محترم هتاخد مني الاسست اللي انا مركبه عشان ازود الهوكا بريد بتاعي طبعا ليه في الموضوع ده بحيث ان انا عايز احمي الاسست بتاعي من انه ينقطع وفي نفس الوقت ممكن استغله اني ازود جذب الاسماك للسوفت بيت بتاعي وفي نفس الوقت احافظ على مرونة السوفت بيت زي ما الخيط بتاع الاسست بيعمل ده اللي هنكمله الحلقة الجاية تابعونا عشان فعليا الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها عن اساليب السوفت بيت لو جربت تستخدمها مرة واحدة اتحداك ان رجعت عنها تاني اشوفكم الحلقة الجاية